أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة أكد أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية الروسية والمنعقدة حاليا بمدينة سان بيتريسبرغ معتبرا أنها تتيح فرصا لتعزيد التشاور بين روسيا والولدان الإفريقية حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة وأثمن مدبولي الرسائل الإيجابية التي أصفر عنها اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وعلى رأسها إشادة الرئيس بوتين بالدور الهام للرئيس المصري في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية في عام 2019 كما استعرض مدبولي نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما معتبرا أن حرص مصر على المشاركة في هذا المؤتمر جاء انتلاقا من إدراكها خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة التصدي لها من خلال وضع حلول جذرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر